وراءنا وكل سنة وأنتي طيبة وأنتي طيبة والمشاهدين طيبين وكل سنة وأنتو طيبين وكل سانية وأنتو طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بيشوفون على شاشة MBC وأقول لهم يا رب كل أيامك تكون فيها خير وبركة وهنا وإن شاء الله يا رب تستمتعوا بمسلسل لحم غزال اللي اجتهدنا وأنتو معنا في الحارة أهو يعني كان نفس أكمل غادة وأبقى لابسة لبس الشخصية أنا كمان نهاردة ما كانش عندها تصوير مي جاية معي جاية معي عادنا جدا جدا وغادة عاملة مجهود رهيب كلنا الصراحة وكل شخص في حقيقة محفظ الألقاب لكل الناس عاملوا مجهود رهيب وإحنا متشوئين قوي نشوف بقى رأي الجمهور ورأيه في لحمة غزالة إن شاء الله أكيد رأيه هيكون رأيه جمد جدا لأنه واضح إنه كل حاجة تمام جدا جدا إن شاء الله يكسر نقولك يا معي ولا نقولك يا شوء اسمك في المسلسل لو دلوقتي بنتكلم يعني صحابة هتقوليلي يا مي لكن لو أنت معانا في الحرق هتقوليلي يا شوء وابتدى تحول بقى مش حبقى مي خالص الكيود لأنك هتبقى شوء حاجة تانية خالصة شوء بتعمل إيه في المسلسل؟ بصي عشان ما حرقش أي حاجة بس ممكن نقدك كده بريف بسيط عنها بيت جدع طيبة بنت بلد مغلوبة على أمرها قاسد كتير قوي من جوزها جوزت وهي في سن صغير قوي عندها 14 سنة وخلفت وابنها بقى طولها كده وعيشة عشانه حياتها كلها متقاعدة زي كل أم بتتفرج علينا أكيد الدنة أغلى حاجة فهي كراسة حياتها ودنيتها لابنها أكتر حاجة مسيطرة عليها في حياتها هو ابنها بجانب الست اللي ليها فضل عليها في حياتها وقفت جنبها ودتها وهي بالنسبة لها كل حاجة في حياتها وممكن تكون من أحد أسباب نقط ضعفها هي غزال اللي هي بتكون دراعة اليمين شوء بتكون دراعة اليمين وبيحصل بينهم بقى أحداث كتيرة قوي 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 من شحرق أهلك دلوقتي ما تجرجرينيش كلام عشان أحكيلك الحدوطة كلها أطلب منك أطلب منك خدنا شوية حاجات كده سويا